السلام عليكم بنات كيف توم مالبس عليكم زيانين تمنىكم تكونوا باخير والاخير تمنىكم تكونوا في حسن الاحوالي لكم كيف ماشيين مع رمضان تبارك الله رمضان قاسكتر هاد العام هذا ما حسينه شي به اللي قبل من الصيام دينا وقيم دينا في وصلتوا بنات في قرية دي القرآن كما كتشوفوا بنات غضي نشارك معاكم اليوم الكونافة اللي كجي صراحة لبنات الطب اللي كتجي غزالة مقرب شوكة تصبر معاكم أطول مدة ممكنة توجد كمية كبيرة وكتصبر معاكم مهم بيش تعرفوا شنو غادي نعمل فيها خليكم مع المقادر بالنسبة للمقادر غادي نحتاج الكونافة اني كنشريها دي من مقزارات وكتبع بنتهتف الكامبون عندي هنا ينسلي كراميل وعندي الكريمة دي لوتوس وعندي هالتشوكلاة دي البندق اني كنعمل دايما بالنوطيلا ولكن ما توفرتي عندي نوطيلا فغنعمل غيب بدك تشوكلاة دي البندق عندي تمام السكر سقيل عندي البندق وعندي اللوز محمر سوف ندس باش اول حاجة غادي نبدأ بها هي غادي نفرتد هاد الكونافة ما غادي نميشي هاد الكيمية كاملة غادي نملغي نصحت صراحة الله تشاهيته ما غادي نملوح كمية اللي هي كبيرة يعني بغيت نعمل شوية ايضا تبقى لغير واح يومين ولا ثلث يام الله يجعش يبارك عيدا كما كتعرفوا موار المغرب الانسان فاش كيصالت تراوح ودك شي يعني في حالك يبغي شي حاجة ايدا حلوة ودك شي فا قلت ارى ان وجدت الكونافة هادي صراحة الله تجي فنة وكتجي مزي ونخفيفة في المكلة ديالا انا غادي نص ديال كمية ديال كونافة ونص اخر غادي نخفع بنات في المجمد انا كنحتفظ بها في المجمد باش كتبقى علي اطوال مدة ممكنة وما كيوقع لكتشي حاجة يعني بلي كان نعملها كرجعها في البورسة ديالا وكان نزيد اللوية شوية بالسيلوفان اولا كنعملها في البلاستيك غدائي وكنخشيها في المجمد او تانيها اللي كنبغيها كنجي بدأ قبل ما نبغي نستعملها تكت تفسخلي وكنستعملها لنفرته في البلاد الشواء حتى نتحدث في المقاس كنت لا نستعملها لماكينا لا نطحنها في البلاد الشوار حتى نسهل على أجل المقاس سوف نخفيفك كمية بحاجة قد تغلبها الماكينة وتفرتستالي بحال اللي انا بغية ما نخلواش يتطحن مزيان ما تطحنواش يمزيان حتى تفرتست مرة ولكن خلو دك الشعيرات انا غادي نوريكم ان خلو دك الشعيرات يكونوا كبيرين شوية واللي ما عندش لها شوار او لا بغت تقطع بالمقص قطع رقيقة صافي كما كتشوفو كان طحان طحنها نحاول انني كما قد كومن نفرتستها مزيان مزيان نطلل عليها الى جبارت اللي بقى اللي مفوقي بلا طحن نعاود عاو تاني نقلبه ونعملهم في يعني نقلبهم بيدي بشي هو دولي للقع وصافي اذا بجبارتوني طحنت الطحنة اللولة والطحنة تانية هيا بناس كيفاش يجي مكا اه حشكل دي الشعرية من من طحنوها شي بزا بزاف يعني كما قد كومن تدقوها شي بزاف غير شوية اه في حلقه وام دي الشعرية ما اللي تشوفوها ولا تايدك بالطول في حش شعرية صافي صافي ني طحنت هذيك الكمية كاملة اه غادي وطحنت هذيك اللوز هرمشته وطحنت البندق ني غادي نمجوج مع علاقة كبارين دي السكر سقل ضروري انكم تستعملوا سكر سقل وليك اعطي هذيك اللون دهبي وكي يعطي هذيك القرماشة هنا كيف ما كتشوفو خليت زبدة ديالي حتى حتى عوثاني غلط لي مزيان وخما ولاتش نوازيت ولكن خليتها حتى غلط لي مزيان عادك غدا نستعملها ما كنا شي شي كمية ديالزبدة محدودة حتى ما نقدرش نحدد الكمية ديالزبدة لحسب الكمية اللي غا تعملتو ما الكونافين غير تلبسكم الكونافة ديالزبدة صافي يعني صافي وقفو يعني ما كي نشي شي كمية محدودة حيتكون وحده وش حال غادي تبغي تستعمل في الكونافة يعني تقدروا اللي غادي تستعمل بزاف ما شي اللي غادي تستعمل شتيتو عفوا نقوب وكلب صفدك الكونافة عاو تاني كان نرجع نقوب الزبدة وكلب صفدك الكونافة غير كان نشوفها كاملة تلبس تلي بهديك الزبدة صافي يعني مخصاش عاو تاني نرجعوها مزيتها بزاف يعني غير تلبس نو صافي يعني في حال اللي كان بسبسوها بدك بدك الزبدة وصافي صافينا يا جبت أنا هاد المول هادو دياللي ما ضلين دياللي كابكيك يستعمل الطوا كبيرة كم يستعمل الطوا كبيرة كم يستعمل الطوا كبيرة سوف نضغط بها. حيث صراحة لك اتعجبني انضغط بها تجيني هي هذي قد دك قد دك المول اللي عندي. تقدروا ما تضغطوا عليها بالقاعدية للكس. يعني ضروري انكم تضغطوا عليها بشك تشبركم اذيك شكل ديال القالب. وعاو تاني كتجيم شبرة راسة يعني ما اللي كتبغوا تزولها. ما كتبقاش تفرتته معاكم. صاف اللي ولا غادي نستعمل هادا تشكلة هادا ديال البندق كما قد كم انا كان استعمل النوطيلة صراحة. فاش كان كيكن طالب هاليش واحد ولا كان عملها بالنوطيلة. ما كان عمله شي بالتشكلة عادي. ولكن ده ما ما توفرش عندي وتشاهدت باخر اللحظة. ومعادة بس سمانة صارحة لها سوبر ميركاد وسكيابني مجدودين هاللي عدلتها انا كانوا مجدودين. فهذا اكتغر هالتشكلة هادا. وصراحة لها ما كيجي شي لديد في حال النوطيلة. مش نكون معكم صراحة يعني النوطيلة تجي لديدة ولكن انت هذا اجا جمزي وان ماشي جا خيب ولكن ماشي في حال النوطيلة. اه يعني اذا بغيتوا تجيكم زيونة وكانوا مجين عندكم ديف استعملوا النوطيلة. صاف عملت البندق في ذلك التوكلة. هنا غادي نستعمل الكراميل نسلي كراميل. كما قد كنتم تستعملوا الحشوات اللي بغيتوا تقدروا تستعملوا كليم باتيسيا اغتاعة اللغة. تخليها تبرد وتعملوا عليها اللوز تقدروا تستعملوا يعني الحشوات اللي بغيتون تومة. كما قد كنتم انا قد تبدأ شي اللي عندي فضار متوفر. ومن بعد ما كان عمل ذلك النسلي كراميل. غادي نعمل عليها اللوز نهرمش. اه حتى ذلك التوكلة تمتالي البندق. واخرين غادي نعملهم بالليوتوس. انا عندي الكريمة ديال ليوتوس اللي فيها. في هذه الطريفة ديال ليوتوس. فما غادي نزيد عليها. غادي نعمل هذا غير كريمة ديال ليوتوس. صافي دا بغادي نزع وتاني نغطي للوجه ديالا. بدك بدك الكونافة اللي بقالي. المهم انا دائما كم قنعمل القواليب ونغطي الموجوم باش نعرف شحال بقالي ديال ديال الكونافة غادي نستعمل. كنحاول انني نغطي ديالك الكونات و ديالك الكونات و ديالك الكونات نضغط عليهم. كما قلتكم تستعملوا شي قاعدية للكس. وتحاولوا انكم تضغط عليهم. بشي داك يشبر لكم الفورمات ديالك القالب. و يجيو شابرين فرصون تفاش كاتبغوا تزولهم. يعني ما كيتفرسطوش معاكم او لا كيتفاكو لكم. ضروري انكم تعملوا كمية كاملة اللي عندي ديال 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 كونافة. صراحة ما كتخرج بزافة القياس هذا. هنا يجب رسوني غادي نغوز باش غادي نوجد القطر من بعد ما دخلت الكنفة ديالي الفرنة تبلع في مهيلة. بالنسبة للقطر غادي نعمل كز ديال السكر جوش كيسان ديال الماء. و نص عصر ديال حمضة. هاد الحمضة كبيرة عليها غادي نعمل نص لعصر ديال. صافي غادي. انا ما غاديش نعصر في العصارة. انا اميل هالطريقة هادي ديال. ديال ايد المتشك. وكان نبقى نعصرها. اتبارك الله كانت فيها الماد الليمونة هادي. ثم تقدروا تستعملوا الى كانت الحمضة صغيرة تقدروا تستعملوا حمضة مكمولة. كما قد كم انا عندي هاد النص ديال الحمضة اكبر. صافي غادي نعصره مزيان مزيان. وكان عمله يطيب تهو على عفية مهيلة هاد القطر هذا حتى كيعقد يعني تكي يولي شكل دياله عاقد. عادة كانت فعلي. يعني الى ما عقدكم شي مطفي وشالي. صافي يا بنات من بعد ما طابت للكونافة كما قد كم طيب تهو على عفية مهيلة مهلولة الفرن بشيضة اطيب معكم مزين شوفوا القطر ديالي كيفة شولة. يعني التولى لي اطقيل وخاتر يعني حسيت به خاتر. صافي دبا غادي ندوز بيش غادي نسقي بها الكونافة من بعد ما خرجتها ملفرن خليتها غير شوية تبرد ما ما خليتها شي بزا بش هيدا ما تفزق ليشي. وهذا القطر هذا ما كيف فزقاشي صار حملي كان خليها يختر ما كيف ما كيف فزقاشي. صافي غادي نسقيهم كاملين وغادي نخليهم في القلب ديالهم. حتى غادي شربوا مزيان وغادي تبرد لي عادك غادي ندوز بيش غادي نزوله ونزوقه باش ما بغيد. إلا زيتوا الفرن على الكونافة ما غطبكم شي مزين ما غادي كومشي مقرمشة هي كتدي وحل وقت ليو طول شويش في الطيب حيث غادي نمهلو للعافية مرة مع عاملين فيها السكر إلا جاهدنا للعافية غادي تحمر ضغية. صافي هنا يا من بعد ما بردت لي غادي ندوز باش غادي نبدأ نزوله من القلب طفا غادي نزوله بكل سهولة غادي بسباتيولة او لا بالسكين او لا بأي حاجة هاي يا بنت كيفاش كتجي كتجي سراح تلفنا وشرب هذيك القطر وكتجي مقارم الشوكي مقودكم كتبقى معكم أطول المدة يعني قد تبقى معكم أربع يام خمسي يام محكمة لإغلاق وكالطول يعني مقارمشة الصارحة كتبقى يعني مدة طويلة شوفوا بنت اه هي خرج منا شوية كالي اللي خرج منا الكرامي كالي خرج منا التوكلات حيث أنا كي يعجبني نعمل زايد في وسط منا الحشو بيش ما كديش كنافة ناشفة صفيني كن عملة اللي بالتوكلات كنزوقها هيدا ب الخطوط دية الشوكولات او نزلها لها بندوق واللي عندي بالكراميل كنزوقها شوية باللوز مهرمش واللي عندي عليها الكريمة دية الليوتوس كنزل هينا شوية بالكريمة دية الليوتوس وكن نعمل عليها داك القاييتة دية الليوتوس مهم تزين كيف يبقى الحساب الدوقت كل واحد في كومتو مكلي كتاتكو شوفوا بنات الكرامل كيفاش خرج صافي حيتو غادي نعاود نزينا من من جديد ما بغتش نقطع المقطع قول تخلي يعني عادي يعني اي واحد يعني كيوقع له ذاك شي هذاك صافي بناتا واشكالي يالا كيفاش كي يجي كجي صرحة دلافنة وكجي غزالة مقرمشة اتمنى انكم تجربوها وتنجح معاكم صراحة الله نزولا على الطلب بزاف دي البنات اللي كيتبعوني في الانستغرام وكن نزلها بزاف الانستغرام وكيقولوا لي سويا كيفاش كتعدلها يا بنات الطريقة ديالا بجميع التفاصيل ديالا هذي ياللي كنخدم في لي كوموند وياللي كنعتامد كتجي فينا وكتبقى اطول مدة ممكنة يا بناتا نفتحتكم وحدة شوفوا كيفاش كتجي كتجي غزال 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 اتمنى انكم تخفيفة على قلوب ديالكم لا تنسوني شابنات من اللي لايك ديالكم والكومونتيرات ديالكم الرائعة صراحة المشاهدة كتطلع ولكن لي لايك ولي كومونتير يعني كتعكزاتوا عنهم اتمنى انكم تشجعوني بلي لايك ديالكم والكومونتيرات ديالكم السلام عليكم اشتركوا في القناة